بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين كان طلب من سيدنا محمد السادس عملته بن قرير رحامنا من ولد سعيد كان ضرب حال طالب أنا السعيد بينا جعيالات أنا بيت امرأ وابقى فيه مشكين أنا بيت امرأ ونصر محمد السادس يعاونون الدولة واخنوش السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو الجديد قبل ما نبدأ في الموضوع يعني اعتذر للعطب الفني بالفيديوهات ديال الأمس لأن الجميع أشار إلى أن الصوت كان ضعيفا جدا لدرت أنا يا الغالط لدرت وأنا أني شجلت لحت بلا من راجع الحالة ديال الصوت لكن يهمنا أن يبقى الجميع يعني مستمتعا بالإنصاث أو بمشاهدة الفيديوهات فلم أكذب خبارا جبت كارتسون جبت ميكرو تكنيكا مسائل كما ينبغي باش تحد ما يتقلق لنا فلايكاتكم والموضوع ديال اليوم هو مرتبط بصدفة خير من ألف ميعاد صدفة كشفت فيها السلطات البلجيكية خيطة من الخيوط ديال اغتيال طبيب العسكري لعلهم كانوا يحاولون دفن هذا الملف أو أن يتم ما نسيانه لكن إذا رجعت للخبار الأمس بالرغم أن تكلمنا عنه فقد كانت واحد النقطة يجب الإشارة إليها هو أن المفاتيش الشرطة الذي تم تعرض لعملية التخدير وتم فحص وتحليل دمه ودار للوحد التلقيق فحص طبي تبين أنه تعرض لنزيف في الأمعاء مما تطلب إجراء عملية جراحية عاجلة تقول لي ما علاقة هذا الشيء بدك الشيء اللي ترى للطبيب العسكري علاقته أولا أن الخبر ديال تخدير الضباط أو الشرطة البلجيكية من بينهم الضابط المسؤول على التحقيق في ملف موروكو جيت يعني غادي في اتجاه حسب الصحافة البلجيكية في اتجاه أن المخابرات المغربية هي المسؤولة عن هذه الواقعة وهي التي لها مصلحة في هذه الواقعة ومنين كان رجعوا للملف ديال الطبيب العسكري وكان رجعوا للتقرير الطبي الذي تم إصداره فهم يتحدثون على وحد النزيف في الأمعاء لكن لسوء الحظ وأن الطبيب العسكري لم يتم إسعافه نحن نعلم أن ذلك تم عمدا ولم يتم علاجه ولا رجعنا أيضا للواقعة ديال ضباط شرطة البلجيكيين نجد أنهم بعد أن تم تخديرهم أصبحوا في حالة من الهلوسة والتصرفات الغريبة التي بدأوا يقومون بها مما جعل النادي لديال المقهى يقوم بطردهم ويقوم باستدعاء الشرطة حتى أن تبين أن هذه الناس تعرضوا للتخدير وقال أحد الضباط أن التوحد فيهم ما كيتخدر ولا كيتعطى المخدرات فيتسألون كيف وصلت هذه المخدرات لبدأت ديالهم ولا رجعنا أو تاني مرة أخرى على التصريح ديال صديق الطبيب العسكري الذي كان يحاول أن يموها ويتهم الطبيب العسكري بأنه كان في حالة نفسية وكان كيتعطى المخدرات وكان 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 القفز ونقف حالة هستيرية إذا صدق ما قاله لا كانت تلك الواقعة حقيقية فنفس المادة التي أدت إلى أن هذا الضباط ديال الشرطة الشرطة خرجوا على الوعي ديالهم وبدأوا تصرفوا تصرفات غريبة داخل الحانو أمام الملأ هي نفس المادة لدخلات الجسم طبيب العسكري اللي خلاته يتصرف نفس تصرفات وفي النهاية المطاف هنا عندنا نزيف في الأمعاء وهنا عندنا نزيف في الأمعاء يعني حالتين متشابهتين سواء في السلوك اللي أصبح سلوكا غير مسؤول ولا شعوري سواء عند الضباط البلجيكيين سواء عند الطبيب العسكري حسب الرواية ديال الصديق دياله لكن منين كان رجعوا لما قالته صحيفة الإسبانيول هي تكلمت أن الهدف من تخدير يعني من بين الأهداف دياله كان هو تشويه السمعة أو تشهير بسمعة الضباط فكانوا بغين يخرجوا لهم زعمة أنهم هاهم في حالة غير طبيعية ناس كيتدروقوا فكيف زعمة وغير يمشيوا لأبعد من ذلك هاد الناس اللي يعطينهم هاد الميلف يعني يعني شوف تصرفات ديالهم في الأماكن العامة وكذا وكذا وكذلك الطبيب العسكري بعد وفاته شنو بدو كيشنعو عليه أن السيد كان كيتعطى المخطرات وأنه كان كيتعرض للضغط نفسي يعني نفس البسمة اللي محتوطة في هذه الواقعة هي نفس البسمة اللي محتوطة في هذه الواقعة ودائما ماشي غير أنا اللي كانت تهم طبيب العسكري هو بنفسه يتهم المخابرات المغربية ومن باب الصدفة أيضا المخابرات المغربية يتم تهاتهامها من طرف السلطات البلجيكية في إطار حادثة محاولة اغتيال ومحاولة تصفية بنفس المادة التي دخلت في جسد الطبيب العسكري لكن هناك فرق آخر أنه عندما يعني قالوا بأن الضابط أو مفتش الشرطة البلجيكي تعرض لنزيف في الأماء قالوا أنها هي المادة اللي زون فيطامين هما المادة لدخلات التاسديالو هي التي تسببت في هذا النزيف في حين أن التقرير الطبي اللي خرج في المغرب بالنسبة للطبيب العسكري ليش يتكلم يعني قالوا عنده نزيف في الأماء ولكن ما تتكلموش على أن هناك مادة مخدرة هي التي تسببت الطبيب قال لك أحقى الضغوط النفسية هي التي تسببت في هذا النزيف ورغم ذلك ها هو تقرير الطبي لا تتكلموش على مادة مخدرة لا تتكلموش على مخدرات في الدم إذا فإذا كان هناك مخدر في دم ديال الطبيب فهو مخدر ناتج عن حالة إدمان فهو مخدر تم تخديره به في واحد اللحظة معينة باش يوصله لواحد الحالة معينة وإذا تكررت ولا تعطى بجرعات وهي قوية جدا ممكن أن يتسبب في نزيف معاوي ممكن أن يتسبب في الوفاة فالمفتش جاب الله أنه في دولة تم نقله إلى مستشفى وتم تكفل به على وجه السرعة والطبيب العسكري طحف واحد الدولة لما فيهاش مستشفيات وحتى كو كان المستشفيات كانوا وراءه واحد الجهاز اللي كي سينو وقتاش تصفى له يعني باش يتهنو منو باش يتفنو معا الأسرار ديالو ورغم أن العائلة ديالو قامت برفع شيكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأن السلطات المغربية ما بقعت كتب تقبلتها شيكاية وبغتت الملف بسرعة تم طهيل الملف ولم يعد أحد يتحدث عنه بالرغم من العائلة في الأخير تشككوا في موت غامضة وتتحدثوا على أن المستشفى قامت بالتخلص من الملابس ديالو يعني شدوا الحواج ديالو أحرقوهم باش ما يبقاش الأطار ديال أي حاجة لا عادئين ولا تشي حاجة المغرب ديالنا ما كنا بغيولو شيء اللي كي هدد بالأمن واستقرار ديالو ديالنا أنا ضده وغادي مقا ضده ومن بينات ومدخل واحد تهضروا قالوا لي يا زكريا المومي دبال إخوان غادي تخطيونا وليخليونا من ذك لالخطاب ديال أعداء الوطان واللي ما بغينش لأمن والأمان يعني هذا الخطاب اللي كيتبناه كي يكون معروفة الخلفية ديالو وشنا هي يعني ما يمكنش مواطن عادي كتجي كتسوله في هذا الموضوع وكي يبقى تهجم لناس خرين لأعداء الوطان لكذا لكذا هذا معروفة الخلفية ديالو ولكن ركزوا لي على واحد الحاجة كيفاش هو تهضر على أساس أنه ما تعرفش زكريا المومني وهذاك اللي قدامه هو اللي تفكره فيه ركزوا لي على هاد اللقطة هذه هاتوا مدخل واحد تهضروا قالوا لي زكريا المومني هو غير قالوا له وهذاك اللي قدامه هو اللي تفكره في اسم ياءه زكريا المومني ولكن في نفس الوقت شوف شواقع بينه وبين زكريا المومني هو ما كيعرفوش قالوا لي زكريا بدخلت كان فتش لهاية زكريا كان جبره كان بوكسر ولا ما عرفش انه ودخلت شوفت الدوسة ديالو الكحال ديالو قدمت به الشيكاية هو شكرا أستاذ بعدها أولا على هذه المعلومة اللي قلتي هو مشاق اللبع له في الانترنت وشاف الدوسة ديالو ومشا قدم به شيكاية ودخل الكوميسارية وقلس معه البوليس وفتحوا محضر وسين وجيم وفلان وشكون فلان زكريا لماشي زكريا ايش نسميته ايش نقال وشت الفيديو ديالو وشاف القناة ديالو وشاف الفيديوهات اللي مديرين عليه ولكن سميته نساها بغيت نقول لنا اللي حموشي غيم بقى تصفت شي واحد بقى تتقرر صمزي نراكم كاتزلقوش هي زلقات يعني ما بعدها هز علاقات كاتفرشوا راسكم بديكم المهم هذي القطاع في القاضية ديال او الملف ديال الطبيب العسكاري لما اخصوش تطواء وفين ما غتبان فيه شي حاجة ولا غير الريحة ديالشي حاجة نحاول نجبدوها مرة اخرى دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم